تحقيقات متعثرة وأزمة مستمرة وتضمر دولي واحتقان شعبي كلها أشياء خلفها بطء التحقيقة القضائية الساعية لكشف حقيقة الكارثة التي شهدها مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الماضي وأسفرت عن مقتل العشرات وإصابة الآلاف فضلا عن أضرار مادية بالغة ستة أشهر مرت على انفجار مرفأ بيروت ولم تقدم التحقيقات التي يجريها القضاء اللبناني حتى الآن أجوبة للضحايا وذويهم ولم يحدد المسؤولية عن من يقف وراء هذه الجريمة والمتسببين فيها برغم احتجاز أكثر من عشرين شخصا وتوجيه التهم لمسؤولين حكوميين ولا يبدو أن تحرك ذوي الضحايا المتمثلة بالاعتصامات شبه اليومية للمطالبة بتسريع وطيرة التحقيقات أتت أكلها بل إن قلق الأهالي وعامة اللبنانيين بدأ يتعظم جراء محاولات إدخال التحقيق في متاهة التجاذبات السياسية وبالتالي تمس الحقيقة أمل بالقضاء نحن بالنهاية ما نلح نستسلم لأنه هذه قضية هزت العالم ككل فننطر نحن التحقيق وننطر نتاجه وخلينا بس أنه نضلنا على أمل أنه قضاءنا نحن نوصل يعني ما فينا نحن نتوقع من عنا ونجي نوضع فرضيات بعضنا مش لمسينا القلق ذاته شاركته أطراف دولية حيث طلبت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا في بيان مشترك بضرورة إعلان نتائج التحقيقات بكل شفافية بعيدا عن أي تدخل سياسي مع التأكيد على تشكيل حكومة ذات مصداقية تخرج البلاد من أزمتها الراهنة كارثة انفجار مرفأ بيروت رغم فجاعتها لم تسرع من خطوات القوى السياسية اللبنانية لتشكيل حكومة جديدة تستجيب للأزمة الصحية والاجتماعية وتشرع في تطبيق الإصلاحات الهيكلية الضرورية لتعافي البلاد واستقرارها